الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن واله وبعد كيف يكون الذكر فعالا؟ دائما عندما تصلنا أسئلة أو تردنا أسئلة تقول لك لقد جربنا كل شيء جربت قراءة آية الكرسي وجربت قراءة سورة الفاتحة وجربت الذكر والاستغفار والتسبيح وقراءة القرآن بالمداومة عليها ومع ذلك أشعر بأن نفس الحالة هي هي فهذا الأمر لا بد أن نتكلم فيه فالذكر بكل أنواعه الذكر والدعاء والاستغفار وقراءة القرآن لكي يكون فعالا لا بد من حضور القلب والخشوع والتدبر وعدم الشروض والسهو والسرحان والتثاؤل ولنأخذ هذه الأمور بأن الذكر لا بد أن يكون القلب فيه حاضرا مع الله مستحضرا عظمة الله تعالى فإن كنت بمجرد أن تبدأ في الذكر تبدأ في التفاء بشدة وتبدأ الأعين أو العيون تهطل دموعا بكثرة فهذه عين أي أنك مصاب بالعين وعليك أن تتعالج وعليك بالرقية أولا أما إن كنت تذكر الله سبحانه وتعالى ويحدث لك حالة من الشروض شروض الذهن والسرحان والتوهان وغيرها فهذه تداوم على الذكر ولا تقطع الذكر مرة في مرة تداوم على الذكر مرة في مرة إلى أن يحضر القلب فإذا حضر القلب ذاق حلاوة الذكر فإذا ذاق حلاوة الذكر فإن حلاوة الذكر لا تقال باللسان ولا تعرف ولا توصف إنما تذاق ذوقا فإذا ذاق الإنسان حلاوة الذكر استضعم ما كان يستضعمه الذاكرون حيث يقول الله تعالى والذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيمة مغفرة في الدنيا لكل الذنوب والمعاصي والآثام وأجرا عظيما في الآخرة أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم الذكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته